السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء وطلاب السادس الاتدائي أهلا وسهلا بكم من جديد النهاردة بإذن الله هنأخذ مع بعض الدرس الرابع في مادة المهارات المهنية ودرسنا النهاردة بيكلم عن الزراعة في المجتمع ولكن قبل ما نبدأ في الدرس مهم جدا ندعي الدعاء ده مع بعض وندعو ونتضامن مع أهلنا في فلسطين فاللهم اجعل لأهلنا في فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة واللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها أرضها وسمائها رجالها ونسائها وأطفالها فاحفظ فلسطين وأهلنا فيها من كل شر وسوء يا من لا تضيء عنده الودائع اللهم من أراد بأهلنا وأرضنا السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين في الدرس نتكلم عن إزراع في المجتمع أهمية إزراع للمجتمع وإيه هي أنواع الزراعة وإيه هي الشتلات وإيه هي المشاتل شوية حاجات كده مهمة ومعلومات مهمة جدا هتعرفها وهتفيدك جدا جدا طيب أهمية الزراع إيه؟ أول حاجة الطعام بتفيدنا الزراعة فيه الطعام والتاني حاجة بتفيدنا في الصناعة ثالث حاجة مهمة جدا في الاقتصاد بتاع البلد بتاعتنا يبقى أول حاجة الطعام يعني مهمة في إيه في الطعام أهم مصدر في العالم لتوفير المنتجات الغذائية للمختلفة مش إحنا أصلا الأكل كله وأغلبه جاي منين؟ جاي من الزراعة صح أنا عايز أكله رز من الرز ده بيتزرع صح لو أنا عايز أكل مكارونا ما هي المكارونا أصلا معمولة من دقيق والديق معمول منين؟ من الأمح والأمح أصلا بيتزرع فبالتالي هي أساس الطعام الزراعة أساس الطعام فيه إنتاج بقى النباتات تربية الحيوانات والطيور كمان عن طريق الزراعة طيب تاني حاجة مهمة بالنسبة لإيه؟ للصناعة الصناعة مصدر أساسي للمواد الخامل العديد من الصناعات المختلفة السكر مش هنعرف نعمل سكر من غير ما يكون عندنا بنجر السكر اللي بيتزرع الزيوت أساسي منها الزراعة المنسوجات اللي بتطلع علينا كلها برضو الزراعة طب الاقتصاد بلدنا طبعا هي أصلا الزراعة في ناس كتير شغالة في مجال الزراعة فبالتالي مهمة للاقتصاد توفير فرص عمل مجدية للعمال بالمجال الزراعي وطبعا الزراعة أصلا في حاجات بنصدرها من الحاجات اللي بنزراحها عندنا بنصدر مثلا برطقان على سبيل المثال فبالتالي برضو مهم جدا لاقتصاد بلدنا جميل يبقى دي أهمية الزراعة أهمية الزراعة في لها تلات حاجات الطعام والصناعة والاقتصاد مميزات ومهارات العاملين بالزراعة الناس اللي شغالين في الزراعة العمال اللي شغالين في الزراعة في مجال الزراعة تمتع بصحة بدنية جيدة صحتهم كويسة جدا عشان هم أصلا بيشتغلوا كتير وبيشتغلوا مهم قوية وقصية جدا عليهم فبالتالي هم صحتهم جيدة جدا حسن إدارة الوقت والتنظيم الجيدة طالما شغال في الزراعة وبتقدر أن تنظم وقتك وتقدر أن تنظم محصولك وتطلع محصول جيدة فأنت كده عندك حسن إدارة للوقت وعندك حسن تنظيم كمان المرونة والقدرة على التكايف مع المتطلبات العمل والمواقع في المختلفة فتقابلك مشاكل كتير في الأرض بتاعتك اللي انت شغال فيها ومشاكل في الزرعة اللي انت زراحها ومشاكل في التعامل مع الناس اللي شغالها معاك وكل ده بيكسبك أنت أو بيديك مهارة اسمها مهارة المرونة تبقى شخص مارين كده القدرة على التكايف كمان مع متطلبات العمل بتاعك القدرة على استخدام تقنيات وأساليب علمية حديثة طبعا هي الزراعة دلوقتي بقى فيها أساليب علمية حديثة في الرأي مثلا وفي التسميد وكل ده بقى لها اتباع أساليب وتقنيات وتكنولوجيا حديثة جدا بيستخدموها فبالتالي هو بيعرف يستخدم الحاجات دي وإلا ما كانش من العاملين الكويسين في مجال الزراعة طب عندنا حي اسمها المشاتل المشاتل وأهميتها المشاتل دورها مهم جدا في الزراعة طب تعال أقول لي أقولك الأول هو إيه المشتل المشتل ده بيبقى عبارة عن مساحة من أرض الزراعية بيتزرع فيها الشتلة نفسها الشتلة يعني مثلا أنا عايز أزرع بصل فبيروح لمشتل هو عنده شتلات بصل فباخدها منه وراح أزرعها في أرضي طب هو عنده جايبها عاملها ازاي أو هو فين عنده عنده حطتها في حاجة اسمها المشتل والمشتل ده حتة أرض صغيرة كده فيها كل أنواع الشتلات اللي هي بيتم بيعها عشان تتزرع في أماكن تانية بتحتاج بقى رعاية خاصة وبيكون سعرها مناسب الشتلات بقى أنا شلسة كنت بقول عايز أزرع بصل فبيروح أجيب الشتلة بتاعته الشتلات دي بقى دي نباتات بتتم زراعتها في المشاتل بقى تمام وتكون عالية الجودة وبأسعار مناسبة يبقى الشتلات بتكون فين بتكون في المشتل المشتل هو إيه هو مساحة من الأرض الزراعية معمولة خصيصا عشان أحط فيها الشتلات وعشان تبقى بجودة عالية لأن دي هي اللي بتقوم عليها الزراعة بعد كده تمام تمام طيب أهمية المشاتل واحد المشاتل اللي احنا عرفنا المشتل طيب واحد انتج شتلات سليمة وقوية تتحمل الظروف البيئية الصعبة وزيادة عددها تمام توفير فرص عمل لمساعدة الاقتصاد طبعا بتشغل ناس عندها في المشاتل ديت فبتوفر فرص عمل وكمان بتنتج شتلات قوية جدا ترشيد استهلاك المياه لأن هي مساحة أرض صغيرة جدا فبالتالي تستخدم راي حديث وتستخدم كميات أقل من المياه أسليب راي حديثة جدا فكده بيعمل ترشيد في استهلاك المياه لأنه بيستهلك كميات مياه أقل وكده بيبقى مقارنة بأسليب الزراعة التقليدية فطبعا هو كمية مياه لأن مساحة المشتل أصلا صغيرة انواع المشاتل بيت بقى على حسب نوع النبات اللي هو يطلعه في مشتل بيعمل نبات زينة في مشتل بيبيع خضروات في مشتل بيبيع فاكهة متلاقومش كلهم مع بعض يعني مشتل ده معروف م оч recom on هو بيبيع نباتات زينة اللي هي بتتزارع في الحضائق الخضروات للفلاحين اللي بيزرعوا فcraft المشتل لي علاقة بالخضروات الفكهة كذلك تجيبها من المشتل الفواكه بديئ انواع المشاتل واهمية المشاتل طرق تكاصر النباتات عندنا طريقة النباتات تتكاصر بها تتعدى طرق التكاصر النباتات لزيادة عددها وذلك عن طريق يتم التكاصر لأننا نريد أن نزود عدد النباتات انا عندي شتلة مثلا بصل فانا عايز اعمل لها عملية تكاصر عشان يطلع عندي شتلات كتير منها طيب التكاصر بالبذرة والتكاصر الخضري التكاصر بالبذرة لانتاج نباتات جديدة اللي هي الحاجات اللي بتتزرع بزور زي الامح مثلا وزي الرز التكاصر الخضري انتاج نباتات تشبه النبات الاصلي من خلال استخدام اجزاء مختلفة من نبات ومن انواعها التكاصر بالتطعيم يبقى احنا اساسا عندنا نوعين من التكاصر التكاصر النباتات التكاصر بالبذرة وتكاصر الخضري التكاصر الخضري دوت فيه برضو نوعين جواه النوع الاولاني التكاصر بالتطعيم وزي ما احنا شايفين في الصورة كده ان هو جاي بشتلتين او جاي بفرعين شجر ويعملهم مع بعض ورابطهم مع بعض لفترة معينة وبعدين بيتم عملية التكاصر يتم عن طريق واحد نقل جزء من النبات اللي احتوي على برام والبرعم ده اللي هي الحتة المدورة الصغيرة اللي بين الفرع شجرة وفرع شجرة ممكن يبقى طالع هو البرعم ده شبه العقلة فشايف عقلة صباعك انت الحتة اللي بين العقلتين دول دي بنسميها برعم واحد يسمى الطعم وتثبيته على النبات اخر به المجموع الجزري ويسمى الاصل سنأخذ حتة من النبات اللي بيحتوي على برعم ونضعها على النبات الاصلي ربط الطعم بالاصل وربطهم حتى يلتحمان الجزءان معا وتكوين نباتات جديدة يبقى اول حاجة يتم نقل جزء من النبات اللي هو اصلا انت عايز تعمله على النبات الاساسي اللي انت فرع شجرة انت تكسره جايبه معك من حتة وفي شجرة عندك اصلا موجودة في الارض فبتجيبها من حتة البرعم بتثبيتها على النبات اللي في الاصلي اللي موجود في الارض بعدين بتربطهم مع بعض فترة من الزمن وبعدين بيتم لحم النباتين مع بعض تكاسر بالترقيد الارضي يتم عن طريق ثاني احد افرع النباتات على الارض يدفن جزء منها في التربة بعد كده بيتم عمل قطع في الجانب السفلي من الجزء المدفون بتقطعه وبعد كده بتبدأ تحطله مية او ترويه حتى يخرج جزور وبعد كده بيتم فصله من النبات دون عين التكاسر وكده خلصنا الدرس بردو درس بسيط وسهل هو ممكن اللي لخبطك شوية وعين التكاسر ولكن هو بسيط وسهل اقراها مرة و اثنين ثلاثة تلاقي نفسك عارفها جايب من غير اي مشاكل اقرأ الاسئلة اللي موجودة قدامك دي كويس وبعدين سيبلي الاجابات بتاعتها واتمنى لك التوفيق واستنون ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة